هل الحكام في مصر بياخدوا حقهم عايشين مرتاحين بقوا مبسوطين هل احنا ظلمين هم هل الجمهور بيظلم الحكام في مصر ولا هم مش مظلومين انا يعني هاخد تصريح بتاع الكابتن جمال غندور اللي قاله قبل كده وبيقوله دايما ان التحكيم هو الحلقة الاضعف في منظومة كرة القدم المصرية وده حقيقي يعني الحكم في النهاية هو يعني افضل شماعة ممكن تعلق عليها اخطائك او تأصيرك صح فبالتالي ما فيش حد يدفع عن الحكم الحكم ممنوع ان هو يطلع يدفع عن نفسه او يرد او ايا كان الكلام ده كله لكن في النهاية المفروض يكون فيه الحد الادنى من الادوات اللي انت بتوفرها للحكم عشان يقدي دوره خلينا اقولك من المفارقات الغريبة اللي انا عرفتها برضو دي كانت مفاجأة بالنسبة لي انه يعني ادارة مباراة النهائي كاسر ربطة رغم انه طرفيها مش انديجة مهرية كان فيه تحكيم اجنبي تقم التحكيم الاجنبي خد ما يوازي 3 مليون جنيه بالعملة الاجنبية طبعا سيراميكا وزيد تقم التحكيم خد 3 مليون جنيه بالمصري يعني بالمصري بالزبط ما يوازي بالمصري 3 مليون جنيه في حين نهائي كاس مصري اللي كان بين بيرامدز وزيد وكسب في بيرامدز تقم التحكيم المصري كل المرتب بتاعه او 25 ألف جنيه تكلفة المطش ماخدوهاش لغاية دلوقتي لغاية اللي احنا اللحظة اللي احنا بيتكلم فيها يا راجل انا بكلمك بمعلومة اكيد حكم السحر باخد 7000 جنيه وحكم الرايا والفار باخد 500 جنيه بياخد 500 جنيه بس اللي ما ياخدهمش يعني انت دفعت 3 مليون جنيه كشكل توته على كبوته لكن 25 ألف دولج لك كتير عليك يا ملك أزمة طبعا يا ملك أزمة يفلسوا التحاد الكورة الكورة يفلس انت بتتكلم في ايه انه انه انت برضه طول الوقت ضغط على الحكم ضغط على الحكم انه الحكم موحش ان الحكم مستوى مش عارف ايه الحكم بيغلط طب ادي الناس حقوقها ووفر لهم الأجواء المناسبة ان هما يشتغلوا فيها وبعدين حاسب لكن على طول الوضع اللي احنا شايفينه في التحكيم المصري ده بصراحة بيأثر على منتج مهم بالنسبة لنا وحنا لسه في أول أسبوع في الدورة ولسه بنقول لي ان شاء الله هيبقى الدورة السنة دي حلوة وجميل ومنتظم والدنيا لزيزة طبعا ما صدقنا خلصنا من ضغط المباريات وخلاص وراحة خمس ايام بين الأسابيع فجأة وحنا دايما كنا متعودين أزمات التحكيم دي بتحصل ايه في الدور التاني الأسابيع الأخيرة الناس كلها بقى ايه حاسة ان الله هيهبط واللي بينافس لكن ده لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم ده احنا لسه بنتنفس طبعا